أن تعيش في العراق فذلك يعني أنك ربما تكون أحد الذين يلقى بهم في غيابة السجون والمعتقلات الحكومية لا لشيء سوى أن اسمك يشابه اسم أحد المطلوبين لدى السلطات الأمنية وليس في ذلك مبالغة إعلامية لتسويق وجهة نظر سياسية على حساب أخرى بل هو الواقع الذي يعانيه العراقيون في بلادهم في بيان صحفي أصدره المرصد الأورو متوسطي أكد أن ظاهرة تشابه الأسماء منتشرة في العراق منذ عدة سنوات لكنها تصاعدت على نحو لافت عقب انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش إذ أصبح المدنيون يعانون منها بشكل أكبر نتيجة التشديدات الأمنية التي أعقبت هذه الحرب ضحايا تشابه الأسماء يواجهون صنوفا متعددة من الانتهاكات تشمل لاعتقال التعسف والاتهام بالانضمام لتنظيمات إرهابية في المنافذ الجوية والبرية عبر التحقيق والاستجواب الذي يتخلله في بعض الأحيان عمليات تهديد وتعذيب جسدي ونفسي وبعيدا عن قضية تشابه الأسماء وما يترتب عليها من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق فإن ثمت مناخا عاما من القمع والترهيب الحكومي والميليشيوي يمارس ضد المدنيين وهو ما رصدته قبل أسابيع منظمته يوم الرئيس ووج في تقريرها السنوية عن العراق إذ انتقدت حكومة بغداد لإخلالها بوعودها بشأن مكافحة الانتهاكات الحقوقية التي تتضمن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون فضلا عن استهداف الناشطين المطالبين بالحريات ومكافحة الفساد المتفشي في كل مفاصل الدولة العراقية وبحسب مراقبين فإن أزمة العراق ترجع بالأساس إلى مبدأ المحاصص الحزبية والطائفية الذي تأسست عليه العملية السياسية الحالية وهو المبدأ الذي يطرد الكفاءات العراقية ويفتح الباب واسعا أمام سيطرة الفاسدين الحكومين على مقاليد الدولة في العراق بل ويؤجج الصراعات بين الكتل على أساس حزبي وطائفي تلك الصراعات التي يكتوي بنارها في المقام الأول المواطن العراقي وليس أحدا آخر